السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا كاترتنا الغاليين معدنا النهاردة مع درس من اهم الدروس الى وهو درس الثيرويد جيلاند بداية فين الثيرويد جيلاند يا دكتور هقولك الثيرويد جيلاند اهي شايفها دي الثيرويد جيلاند تبقى موجودة حولين التركية هبدأ انا اكلمك في الثيرويد جيلاند انا بحبك طبعا تبقى منظم افكارك معي عن ثلاث عنوين اساسية وبعد كده هننقل على اللي بعدهم اللي هكلمك عنهم دلوقتي ديفنيشن يعني ايه ثيرويد جيلاند واهميت مكانها ايه او الاجزاء بتاعتها كمان طيب لما اكلمك عن بتاع الثيرويد جيلاند يكفي ان تعرف ان هي تعتبر تمام هي اكبر موجودة عندك في الجسم اكبر غضة صماء من حيث الحجمة موجودة في الجسم ومسؤولة عن افراز الهيرمونات زي والتي فور واللي هتعرف اهميتهم بالتفصيل في الفيسيولوجي طيب بالنسبة ليه بتاعها المكان بتاعها والله يبص بالنسبة ليه بتاعها انت طبعا شايفها هو ماشي شايفها انها بتبقى حاولين التركية بس هو لما جيه يقول لك المكان بتاعها في الكتاب عندك وصفهولك بالفقرات قالك انها بتمتد من عند الفقرة سي خمسة لغاية الايه التي واحد تمام تعالوا كده نشوف بصوا اهو شايفين بتمتد من عند السي خمسة هيه سي خمسة ماشي من الجنب كده هتبقى احسن سي خمسة ماشي سي ستة سي سبعة خلاص وبعدين التي واحد يدوبك عند الطرف بتاعها ملمس على الطرف بتاعها فالامتداد بتاعها بيكون من عند السي خمسة يا دكاترة لغاية مين لغاية التي واحد عظيم نرجع كده فكده احنا عرفنا عرفنا ايه البوزيشن بتاعها ندخل على الجزء اللي عليه الدور الا وهو الايه البرتس ويه الاكستنشن احسن طريقة يا دكاترة عشان نفهم البرتس والاكستنشن انا مسك لك كده الجلاند الجميلة بتاعتنا ثايرويد جلاند وافصلها لك كده تعالوا نفصلها زي ما كنا فصلينها ونبدأ نتكلم عنها واحدة واحدة وبراحتنا دلوقتي يا دكاترة زي ما انتم شايفين الثايرويد جلاند تعتبر مأسومة او شبه الفراشة لها جناحين ادي الجناح ده اهو والجناح التاني ده شايفين جناحين ده والجناحين ده زي ما هو باين كده متصلين بوصلة في النص اه ده الوصف بالتفصيل اللي هو بيوصفو لك في الكتاب عندك بيقولك انها بتتكون من تو لاترال لوب ده يعتبر لاترال اهو ماشي لاترال لوب ماشي وده طبعا برضو يعتبر لاترال لوب واحدة عن ناحية المين واحدة عن ناحية الشمال ومتصلين في النص زي ما هو واضح كده بالوصلة الجاملة اللي انت شايفها قدامك دي اللي بيقولوا عليها يا دكاترة الاثمس انا هرموز لها بالرمز اي قال ايه الاثمس يبقى الثيرويد جلاند لو انا جيت قلت لك وصفل البارتز بتاعتها هتقولك كل ارياحية دكتور هي شبه الفراشة عندها جناحين اللي هم تو لاترال لوب ومتصلين بوصلة في النص اللي هي مين اللي هي الاثمس يا دكات في ملحوظة كده حابب اضفها ان احيانا مش دايما احيانا بيبقى في حاجة اسمها دكاترة البيراميدال لوب بيراميدال دي يعني حاجة شبه الهرم كلمة بيراميدال يعني حاجة شبه الهرم فهو فعلا بيبقى لوب زيادة كده شبه الهرم طالع هنا احيانا بيبقى موجود واحيانا مش بيبقى موجود تمام ولكن لما بيبقى موجود اهو بيبقى مكانه في المنطقة اللي انت شايفها قدامك دي بيبقى طالع كده دكاترة منين بيبقى طالع من الاسمس. تمام? بيبقى طالع من الاسمس قريب من احيانا بيبقى موجود واحيانا مش بيبقى موجود ايه? مش دي مشكلتها. عظيم اهو الكلام كده? تعالوا بقى نمسح الكلام ده كله اهو نفض كده الليلة علشان نكمل. بيكملك بيقولك حاجة جميلة جدا. ايه بقى? شايفين يا ده كاترة اللاتراللوب ده? اهو. ماشي? اللاتراللوب دوا هو بيكلمك في كمان في العنصر التالت اللي احنا تفقنا هنتكلم عنه? ان اللاتراللوب دوا بيمتد فوق لغاية الايه? الثيرويد اهو. ثيرويد كارتليج. فين يا دكتور الثيرويد كارتليج? هورغو لك دلوقتي بس تصدر معايا. الفكرة ان هو بيمتد فوق لغاية الثيرويد كارتليج. ومن تحت ومن تحت. قالك بيمتد لغاية الثيفث ماشي? تقولي يا دكتور هو انت مش من شوية ايه اللي ان الثيرويد جيلاندي بتمتد ما بين الفقرة رقم سي خمسة والفقرة رقم تي واحد? وهقول لك ايوة بس ده لما كان بيقيس الثيرويد جيلاندي بالفقرات. دلوقتي هو بيقيسها مقارنة باللي اللي حواليها. واحنا لسه شايفين في النموذج الثري دي ان الثيرويد جيلاندي كانت محوطة مين? التراكية. تمام? فهو قال لك بقى انا ابدأ اشوف الاكستنشن او الامتداد بتاعها عن طريق الايه التراكية. فامسك لك اللاتراللوب وقال لك ان هو بيمتد فوق لغاية وتحت لغاية الفيث الفيث آآ آآ تراكية زي ما هو انت عارف طبعا ان انا بيبقى عندي الحنجرة او تمام? بقوا بنبدأ بعدها التراكية. التراكية طبعا بتتكون من او حلقات. ماشي? بيبقى عندي الاولانية التانية التالتة الرابعة الخمسة وهكذا. وصلاك الفكرة هو بيمتد لغاية مين لغاية الخمسة. طيب الاثمس. الاثمس بقى الامتداد بتاعها دوا بيبقى من عند رقم آآ اتنين لغاية التراكية الرقم اربعة. يعني اتنين وتلاتة واربعة. تمام? طيب تعال نشوف الكلام ده وانا على نموذج الاثري دي. اهو. نمسح كده. وتعال كده معين نشوفها الاثري دي. بصوا يا دا كترة. دي كانت مين اهو? تي الثايرويد جلاندي. ودوان اللاتراللوب بتاعنا. اللاتراللوب يمتد الفوق اهو من فوق لغاية مين? زي ما احنا متفقين لغاية الفيرويد ايه كارتليج. تمام? بعدين بيبدأ ينزل تحت 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 لغاية الجزء السفلي عند مين? عند الففت تراكية ايه? زي ما انت شايف كده دي التراكية وشايف الحلقات البيضة دي? اه هي دي بقى التراكية رينجز. تمام? هو بيمتد لغاية التراكية رينج رقم خمسة. اما الاثمس دا يا دا كترة الاثمس اللي هو بيصل ما بين التولوبس قالك بيمتد ما بين التراكية رينج رقم اتنين ورقم اربعة. يعني بياخد التانية والتالتة والايه والربعة. طيب جميل جدا الكلام دا دا كترة. في ملحوظة بقى انا كنت اقيلها لك اقيل لك ان احنا عندنا احيانا زي ما اتفقنا بيطلع من هنا الايه? اللوب اللي احنا قيلين عليه البيراميدا اللوب بيبطالما عند الاثمس دا. والعظمة الجميلة اللي قدامنا دي هي عظمة الهايويد بون. لما بيطلع اللا البيراميدا اللوب آآ من الاثمس بيحب قوي ان هو يتصل بييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يعني التي ترفع ماشي لانها متعلقة بالثيرويد جيلاند. وصلك الفكرة تعال بقى نشوف الكلام دو في المذكرة سوا. اهو ده كترة تعالوا كده نشوف في الثيرويد جيلاند بيقولك الثيرويد جيلاند بتتميز انها اكبر موجودة في الجسم بتفرز العديد من هيرمونات زي تلاتة والتي اربعة وغيره ماشي. اه والكلسيتونين كلام ده كله هتعرفه بالتفصيل في الفيسيروجي ووظفة كل هرمون. البوزوشن بتاع زي ما اتفقنا انها بنمتد موجودة طبعا في الرقبة ما بين السي خمسة والتي واحد. يعني سي خمسة سي ستة سي سبعة والتي واحد. وده لما كان بيقص او الامتداد بتاعها عن طريق مين? عن طريق الفقرات. هو بيقولك طبعا انها بتتميز انها اللي بتبقى دي هي الوحيدة اللي بتبقى على الجسم من برة وتقدر تحسها لاننا زي ما شفنا في موضل هي بتبقى حوالين التراكية واحنا طبعا بنقدر نحسها لتراكية بسهولة جدا. طيب نكمل. بالنسبة لي بتاعها بتتميز انها زي ما اتفقنا انها بتبقى شابه الفراشة كده جنحين ومتوصلين بالاثمس. بيقولك بيبقى عندك الاتنين اللي احنا اتفقنا عليهم. دي يعني مخروط الشكل. بيتصلوا عن طريق مين? عن طريق الاثمس. عن طريق ايه? ده كتر عن طريق الاثمس. طيب. بيقولك والله اه ان اتش لاترا اللوك كل لاترا اللوك من الجلان دي بيتميز ان هو بيمتد الفوق لغاية الثايرويد كارت الجزائي ما احنا اتفقنا. ومن تحت الغاية مين الففث الففث تراكية رينج. تمام? طيب. طيب الاثمس قالك بتمتد اه عند السكند والثيرد والفورث تراكية رينج اللي هو من التانية للربع. بيقولك اه احيانا اه في البيراميدا اللوب ده بيظهر مش دايما. اه بيطلع كده من فوق من الاثمس. and usually to the اه بيبقى يعني عن ناحية الشمال غالبا. فمسلا في الرسمة اللي قدامنا دي شايفين دي الاثيرويد جيلاند اهو شايفين البيراميدا اللي هو اللي طالع ده اهو. غالبا بيطلع على ناحية الشمال من الاثمس زي ما هو واضح كده. بيقولك ان هو لما بيطلع بيروح يتصل بالعظم اللي فوق دي اللي هي الهايويد بون اهو. اهو. اهو اللي هي العظم اللي فوق دي. عن طريق آآ بنسميه اللي هو اللي انت شايفه قدام حضرتك ده. تمام? واضح كده. وقادي الصور دي صور جميلة جدا ما وضح لك الدنيا بيكلمك هنا الصورة دي بتوضح لك وهنا دي البيانامي ده اللي احيانا بيبقى موجود واحيانا لأ. ده وان اللاتراللوب. ودي طبعا الاثمس اللي بتصل مع بعضهم البعض. طبعا ديا ديا بتاع اللي بيبقى كده موجود عندي اللي بيبقى طالع على غايته اللي هو بتاع بتاع اللاتراللوب. ده احنا انتفقنا اللاتراللوب ده بيبقى شكله كونيكا شكله مخروطي. الايبكس او القمة بتاعته بتبقى ممتد لغاية اللي بيقى موجود عند طبعا عبارة على الخط في مش مشكلة المهم تعرف انها عند ومن تحت الغاية او يعني بتاعته الغاية الفيث الفيث وبالنسبة لي الاثمس بتبقى والثيرد والفورث تمام? ما تنساش بقى دي زي في رسمة وادي في رسمة تمام? طيب بالنسبة لي اراها اراية سريعة مجلزات اهمية خالص. تعالوا بها دكاترا نخش على عنوان مهم جدا له وهو الكابسولز بتاعت مين? الثيرويد جيلان. طبعا دي مين دي الثيرويد جيلان? طيب الثيرويد جيلان دي دي دكاترا بتبقى متحوطة بكيسة. الكيسة دي كابسول. بنسميها كابسول. الكيسة دي نوعين. منها الترو كابسول ومنها الفولس كابسول. اللي بتبقى محوطة الثيرويد جيلان دي كلها. دي بتبقى عبارة عن آآ آآ كابسول بتتكون من الكوندنسيشن آآ 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 التشو بتاع الثيرويد جيلان. دي طبعا الثيرويد جيلان تعالى كده احط لك الكابسولة بتاعتها اهو. شفتها ده كادرة? دي الكابسولة بتاعتها دي اسمها الترو كابسول. ودي الكابسولة الاولانية اللي بتحوط مين الثيرويد جيلان. فانا لو وجيت لك كده. وقلنا تعالى نرسم رسمة كروكي توضح لنا الموضوع. لو انا روح تجاي معتبر معك ان دي اهي تمام? خلي بالك من الكلام. اول غطاء او الغطاء اللي بمغطيها مباشرة ده بنقول عليه ايه? كابسول. خلي بالك من الكلام. تمام? طيب عظيم اول كلام. يبقى انا عندي متحوطة بكابسولة بنقول عليها كابسول. طيب خد المعلومة تانية. في كيسة تانية او كابسولة تانية بنقول عليها الفولس كابسول. ايه الفولس كابسول دي? او بتبقى جاية منين? ببساطة. مين دي يا دكتور? هتقول لي دي يا دكتور اللارنكس. ماشي? واللارنكس بتبقى متوصلة مع مين? مع التراكية. واحنا متفقين ان الثيرويد جيلاند بتبقى ركنة على مين? ركنة على التراكية. طيب ايه رأيك بقى? ان في فشية واحنا عارفين طبعا الفشية بتبقى طبقة تحت الجلد كده. محاوطة العضلات وبتبقى موجودة تحت الجلد. فشية بتبقى محاوطة التراكية ومحاوطة اللارنكس. ماشي? بنقول عليها البريتراكية الفشية. بتبقى موجودة في المنطقة دي كده ده كده. ماشي? ونزلة كده. وايه? ونزلة 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 بنزلة بتورة التراكية لغاية تحت. تمام? دي بنقول عليها ايه? البريتراكية الفشية. فشية لان هي طبعا منتمية لإيه? او هي عبارة عن كده لتشو. بيبقى موجود طبعا تحت الجدو محاوط العضلات. لانه بيبقى محاوط التراكية. طيب سؤال منطقي. هسأله لك. ازاي يا دكتور هي عملت بالنسبة للثيرويد جيلاند? هقول لك بكل بساطة. هو الثيرويد جيلاند دي موجودة فين? مش موجودة حوالين التراكية? اه طيب انا جيت غطيت التراكية بطبقة. ماشي? اللي هي الفاشية. فالطبقة اللي جات تغطي التراكية غطت بالمرة معها مين? الفيرويد جيلاند. فعملت لي الفولس كابسول. فلو جينا على الرسم الكروكي. لو كان المربع اللي جوا دون هو الفيرويد جيلاند. والدائرة دي هي الترو كابسول. بص بقى الفولس كابسول هيبقى فين? اهو. ده الفولس كابسول. بيبقى محاوط ايه? محاوط الترو كابسول. واسطى لك الفكرة. طيب الترو كابسول دون بيجي منين زي ما اتفقنا? بيجي من الالت�� بتاع مين بتاع فيرويد جيلاند. طيب الفولس كابسول ده بيجي من الفشية. البري ترو كاي الفشية او الفشية اللي بتبقى محاوطة مين محاوطة الترو كايها? اه بتنزل تغطي برضو بتبقى راكنة على الترو كايها? وبتعمل لي الفولس ايه? الفولس كابسول. طيب في ملحوظة مهمة جدا انا عايزين نقولها. اه دا كاترة بتتغزى ماشي? بتتغزى اهو. بفينز. ماشي? الفينز اللي بتغزي الثايرويد جيلاند دي. خلي بالك المعلومة المهمة دي. الفينز اللي بتغزيها زي ما انا جسمتها لك على اسم الكروكي بتبقى جوه الترو كابسول زي ما بنت شاف كده الترو كابسول محوط الفينز دي فانا لما احب اشيل الثايرويد جيلاند لاي سبب لاي سبب. ماشي مسلا فيها تيومر او غيره. بارح جايش شيلها بالترو كابسول بتاعتها. ليه? علشان اشيلها اللي موجودة جواها. مش اشيل اشيلها عشان اتجنب الايه? عشان اتجنب البليدين. تمام? اهو تعالوا نشوف بقى الكلام كده بيقولك اهو الكابسولز بتاعت الفيروت جيلاند. الفيروت جيلاند دي بتتميز انها متغطية بتو كابسولز. واحد انر اللي هو موجود جوه اللي هو بيكون كابسول. واحد كابسول. طيب دوان بيتكون من 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 الاخر حصل للتشو بتاع الجيلاند فتكون لي مين? على الرسمة الكروكي الجميلة اللي هو رسمها دي لو ديا بصوا كده بصوا شايفين الخط اللي باللون البنفسجي ده اللي هو ده اه ده يا دكتور هو زي ما هو واضح كده محاوط هو ده مين ده طيب بالنسبة لي ده بييجي من آآ ليه الثيروت جيلاند زي ما اتفقنا البريت راكية الفشة دي بتبقى عبارة عن فشة محاوطة مين محاوطة التراكية والثيروت جيلاند دي بتبقى ايه ركنة على التراكية فالفشة دي بتروح جاية مغطية الثيروت جيلاند تمام بتغطي مين بتغطي الثيروت جيلاند طيب فين يا دكتور على الرسمة الكروكي الجميلة دي هاقول لك الفولس كابسول يا دكتور اهي شايفها هي دي الخط التاني اللي برا ده يبقى البنفسجي دون بينما الاخضر ده ده مين ده الفولس ايه كابسول واللي جوه دي مين دي الثيروت جيلاند طيب بالنسبة لي الجزئية دي الجزئية دي هنأجلها بس لغاية ما تفهم بتاعت آآ قدام. ندخل على النقطة اللي بعدها اللي هي الديب فينس بليكسوس. الديب فينس بليكسوس زي ما اتفقنا دي بتبقى عبارة عن بليكسوس في الفينز بتغزي مين? بتغزي الثيرويد جيلاند. وبتبقى موجودة تحت مين? الترو كابسول. الترو كابسول اهو اللي هو الخط اللي باللون مين قلب نفسي جدوا. تمام? طيب لما احنا نجي نشيل الثيرويد جيلاند لاي سبب اهو. لما تيجي تشيل الثيرويد لاي سبب بتروح جاي شايلها بمين? بي الترو كابسول بتاعتها. خلاص ما بتسبش الترو كابسول. طب ليه بس بشيلها بترو كابسول? لان انا متأكد ان الترو كابسول دي تحتها فينز. تحتها او اوعية دموية. انا لما حب بشيل الجيلاند بشيلها بالاوعية دموية بتاعتها علشان ما يحصلش عشان ما يحصلش نزيف. عشان كده هو في رسمة الكروكي ديا قال لك ان دي الثيرويد جيلاند وشاور لك على الحاجات اللي باللون الازرق دي وقال لك ده دي اللي بتبقى بتغزي مين? الثيرويد جيلاند. وبعدين حوطها لك كلها بالطبقة اللي باللون البنفسي جديد اللي هي مين? الترو كابسول بعدين الطبقة اللي باللون الاخضر اللي هي مين? الفولز ايه كابسول واللي اتفقنا الفولز كابسول بتيجي منين? من البريت راكية الفاشة. وعشان ابقى وردك كل حاجة تعالها وردك كده البريت راكية الفش دي مكانها في اهو يا دكتور شايف اللي باللون الاخضر دي هي دي البريتراكية الفشة بتبقى عبارة عن فشة مغطية التراكية كلها بيطلع بقى منها جزء بيغطي كمان مين يعني بيطلع كده ارسمو لك هي بتبقى موجودة هنا بيطلع بقى منها جزء كده بيغطي مين بيغطي ماشي بيعمل لي يبقى لو هي دي بتبقى متحوطة اللي بيبقى واخدها من اول tre가 محوطها داير ما يدور ماشي بعدين بيبقى فيه محوطها جاي من ان الفلس كابسول جاي من ان الفشة اللي بتبقى محوطها التراكية او الفشة وهي نزلة بتقابل ايه ده ده الصيروت جيلاند فتقوم راح امطلع عليها كده اا حتة منها تحوطها هي كمان شايف تحوطها كده. وسطلعك الفكرة بتبقى نزلة كده كده ايه ده. ده الصيروت جيلاند هي تروح جايما طلع كده ومحوطها وبعدين نزلتين وسطلعك الفكرة علشان تعمل لي مين? عشان تعمل لي الفولز ايه? الفولز كابسول. يلا بينا بقى دا كاترة نخش على جزء مهم جدا جدا جدا. انا وهو جزء الريليشن. تمام? الريليشنز دوا بيعني ما هي علاقة الثيروت جيلاند اللي قدامنا دي بالستركتشرز اللي هتبقى ماشية حواليها. طيب احنا واخدين سوا ان الثيروت جيلاند دي اصلا جزء اين? صح? مش احنا قلنا ان هي بتبقى عبارة عن تو لوبز متوصلين مع بعض بالاسمس? الاجابة ايوة. وبالتالي انا لما جا اتكلم عن الريليشنز هتكلم عن بتاعت اللوب وبعدين هكلمك عن بتاعت مين? بتاعت الاسمس. حلو الكلام? حلو الكلام. يبقى الريليشن بتاعتي هتتقسم ليه نقطتين. نقطة تابع اللوب ونقطة طبع مين? طبع الاسمس اللي بتاصل الايه اللو بين دول مع بعض. حلو الكلام? حلو جدا الكلام يا دكتور. تعال نمسك بقى اللوب بتاعنا دو ونبدأ نتكلم عنه بشيء من التفصيل. طبعا دي هادا كاترة قدامنا كده الايه الثيرويد جيلاندي بتاعتنا الجميلة. الثيرويد جيلاندي دي اهو بص حتى لو حطتها لك على عشان تبقى فاهم احنا مسكينها ازاي اهو. موجودة اهي. هنخبي بقى كل الحاجات وهنسيبها هي الوحدة عشان نبدأ نتكلم عنها. زي ما اتفقنا انها بتتكون من خلاص واحد اهو وواحد اهو ومتصلين مع بعض مين بيه الاثمس. طيب اللوب بيتميز ان هو ليه ثلاثة ماشي وسيرفس يعني سطحة عريض سطح ماشي ويتو بوردرز ويتو ايه ويتو بوردرز طيب. مين هم بتوع اللوب. قالك والله بص اللوب الجميل اللي قدام حضرتك ده واللي بالمناسبة شكله شبه المخروط حتى القمة او الايبكس بتاعته فوق اهيه ودي البيز بتاعته بيتميز ان هو ليه ثلاثة سيرفس وكل سيرفس من التلاتة اسمه بيعبر عنه. يعني لما تسمع ان الاولاني اسمه او تتوقع يكون موجود فين? هو اللي قدام حضرتك ده. ماشي? اللي موجود خارجي ده. ماشي? اللي انت لو بصيت على الجلان ده اهو من بره تشوف. هو دون مين? هو ده مين? ايه? او السيرفس التاني اسمه فهو العكس يعني الجوه. اللي هو بيكون السطح اللي جوه ده ده كتر. ده مين ده? يبقى اللي بره ده? اهو. اللي بره ده مين ده اللاترال? امال اللي جوه ده يا دكتور دون ايه? الميديو لسيرفس. تمام? طيب. كده دول يا دكتور سطحين. السطح دوا اللي هو اللاترال ماشي? والسطح ندور كده. ندور كمان. اللي جوه دو اللي هو اللاترال. ماشي بيبقى امتداد اصلا لل اللاترال اللي على الجانب اهو. ده اللاترال سيرفسز زي ما احنا متفقين. ده اهو. ندور كده ندور 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 هنلاقي ايه? هنلاقي الجميل ده اللي هو ندور كمان 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 نلاقي مين ايه جوه. يبقى ما تنساش المعلومة دي. طيب قادي دول كده التلاتة بقى يا دكتور. ماشي? انا قلت ان انا عندي او هقول انا عندي واحد اسمه انتيريور بوردر واحد اسمه بوستيريور بوردر. حلو الكلام حلو الكلام. تعالى نبدأ بالبوستيريور عشان الرسمة مزبوطة عليه. ببساطة هو عبارة عن بوردر. بوردر يعني خط بيفصيلي. عن هو في الميديا سيرفوس اهو. مش ده الميديال سيرفوس العلوب? اه. مال فين اهو. يبقى الخط لو هرسمه 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 هناك. ماشي هرسمه هرسمه هناك. تعالى هرسمه هوليت اهو. هرسمه هناك كده يا. اهو. دون الايه? ايه? حلو الكلام? حلو الكلام. وبالمناسبة برضى عشان تبقى عارف دون زي ما هو واضح كده بيمر على آآ اللي هنبقى نتكلم عنها. خلاص? ويه برضو بيبقى البوردر دوا بيجي الي هي السو بيرميرو في تارويد ارتري بيبقى انا عندي هنا فوق جلاند في غ徒 łoج وهد سو بيرميرو وواحد واحد ان فيريو برضو بيلتقوا عند الخط دا او بيحصل ما بينهم عندي ايه عند الخط دا مون الليanka في ايه عند الخط دا وهو الحلو الكلام طيب عظيم اول الكلام فاضل عندنا الانتيريور بردر الانتيريور بردر مفيش اسهل منه هنقدل كده هو وارح جاء اه لك ان الان تيريور بردر بيبقى بوردر وظيفته ان هو بيفصلي اللي هو دوان يا دكتور عن مين عن اللي جوه. بيبقى مرسوم كده. اهو لو انا حبيت ارسمه لك حتى اهو. بصوا اهو. اهو ده حتى مسمينه عشان هو بيقى موجود على الناحية الامامية. عكس اللي بيقى موجود هنا. تمام? فالانتيريور بوردر بيفصلي مين? اللاترال اهو بيفصلي عن مين? عن اللي جوه. خلاص? عظيم جدا الكلام ده. دي كانت مقدمة مهمة جدا. تعال بقى نمسك واحد واحد من السيرفزز دي. ونبدأ نشوف بتاعتها. اول سيرفز هنبدأ ناخد بتاعته يا دكتورة اهو اللي هو كان دوان. طبعا انا عامل لك على ناحية واحدة وناحية التانية لقى علشان تبقى ايه الدنيا اوضح واسهل بالنسباتك. دوان زي ما احنا اتفانى مين الايه? اللاترال سيرفز ده سواء على الناحية دي او الناحية دي زي ما انت شايف ببقى متغطي بيه عضلات. عندك اربع عضلات. تلاتة منهم بنجمعهم بنقول عليهم الاستراب مسلز او العضلات بتاعت الحزام لانهم مشابه الحزام كده مسكين الرقبة. تمام? وعضلة ربعة بتاعها زي ما انت شايف كده بيعدي وبيوفرلاب العضلات اللي جوه دي. تمام? طيب تعالوا نمسكهم من برة لجوه. يعني تعالوا نشير العضلات دي واحدة واحدة لغاية ما نوصل لمن? لغاية ما نوصل للاترال سيرفز بتاع مين? آآ بتاع اللوب بتاع طيب اول عضل هتقابلنا. الا وهي مين يا داكاترا? الا وهي الاستيرنو كلايدو مستويد. تمام? الاستيرنو كلايدو مستويد بتاع زي ما انت شايف كده بيبقى موجود قدام خالص. خلاص? طيب تعالوا نشيلها. بعد ما شلناها هنلاقي العضلة الجميلة اللي قدامنا دي. العضلة دي يا داكاترا بنسميها الاستيرنو هايويد مصل. ستيرنو لان هي مسكة في عضمة الاستيرنو بتاعت ايه? وهايويد عشان مسكة في فوق. فدي اسمها ايه داكاترا? الاستيرنو هايويد مصل. يلا نشيلها. هنلاقي تحتها عضلة اهي. شايفيني الحتة دي تحديدا? العضلة دي طويلة قوي. احنا مش عايزين منها غير الحتة دي. الحتة دي هي اسمها دي على بعضها اسمها دي عشان هي مسكة هنا في وبتروح ورا تمسك ايه? احنا بنسميها ايه? احنا ليها زي ما انت شايف كده? اللي هي بتبقى موجودة فوق. هي دي اللي بتبقى موجودة قدام بتاع مين? بتاع اللوب بتاع الثيرويد جلاند. طيب عظيم. يلا نعمل لها هايد وانشيلها. هنلاقي بعد كده اخر عضلة عندنا العضلة الجاملة دي. العضلة دي زي ما واضح. مسكة في ومسكة كمان في مين? في الثيرويد جارتليجي. فبنقول عليها الثيرويد مصل. الثيرويد مصل. بص بقى لما نعمل لها هايد هيبانى عندنا مين? هيبانى عندنا بتاع مين? آآ بتاع اللوب بتاع الثيرويد جلاند اللي احنا اتكلمنا عنه. تعالوا باية كده نتكلم على الثيرويد التاني. طب يا دكتور لو تفتكر معايا كان هو اللي جوه. تمام? كان هو الجزء الداخلي دول. تمام? طيب انا علشان اشوفه هتطر او اشوف الحاجات اللي بتبقى ماشية تحتي هتطر اعمل يعني خلاه شفاف اهو. شفتوا بعد ما عملنا للثيرويد جلاند بانت بقى ايه اللي بتبقى موجودة تحتها. بصوا بقى ده كاترة. اللي هو السطح اللي جوه. اللي بيبقى لازق زي ما انت شايف كده على الدراكية. وهي على بيتميز ان هو ليه مع آآ آآ تمن حاجات. ماشي? وما تتخضش من الرقم. هما تمن حاجات بس سهلين ومنظمين قوي. ليه علاقة مع وعضلتين وغضروفين ونيرفين? شايف الجمال والحلوة? طيب واحدة واحدة كده. اول حاجة ليه علاقة مع ايه هما الامبوبتين? الامبوبة الاولانية اللي هو لازق عليها اللي هي والامبوبة التانية زي ما انت شايف مين اهو? دول الامبوبتين. تمام? طيب ليه علاقة بعضلتين? مين هما العضلتين? العضلة الاولانية اللي هي دي يا دكتور اللي هي مصل. والعضلة التانية اللي هو ليه علاقة بها العضلة الجاملة دي. ايه العضلة دي يا دكتور? دي عضلة الكريكو ثايرويد مصل. الكريكو ثايرويد مصل اللي يمسمينها الكريكو ثايرويد مصل? كريكو لان هي ماسكة في الكريكويد كارت اللي جي اللي هو دول وماسكة في الثيرويد كارت اللي جي اللي هو ده فسمينها كريكو آآ آآ ثيرويد مصل تمام? والعضلة دي اللي هي الانفيريور كونستريكتور آآ مصل دي عضلة بتبقى موجودة آآ في منطقة الفارنكس بيبقى لها دور يعني خدتوا المفروض في الجيو اي تي بس بيبقى لها دور يعني مهم في العمليات البالعوا كده. ما علينا. المهم فدول العضلتين يبقى انا خدت الامبوكتين اهم. ماشي وخدت العضلتين بالاضافة لي الكريكو ثيرويد مصل. فاضل اتكلم دلوقتي عن مين? عن الكارتليج التو كارتليجيز اللي عندنا. التو كارتليجي بكل بساطة الاولان اللي هو مش محتاجين يتكلم عنه. والكارتليجي التاني اللي هو مين الكريكويد كارتليجي اللي هو ده ده كده. طبعا انا مش هادر اعلمه لان انا لو ضغط كده هعلم الايه الثيرويد جلاند. انا عمل اللي هفيد علشان ايه? يبني اللي تحتها والدنها موجودة بحس اهو شايفين? شايفين طالع اهو لغاية مين? لغاية وتحت اهو مغطي مين مغطي الكريكويد كارتليجي. فيدي طيب. مين هم? التو نيرفز. التو نيرفز عندنا اتنين. واحد اسمه ده اللي بيبقى فوق اللي هو النيرف ده ده كترة. هو دول وعلى فكرة ده بيبقى برانش من السوبيريور لارنجيا النيرف. بس مش مشكلة. آه بيبقى فيه يعني آآ نيرف ماشي هنا اسمه السوبيريور لارنجيا ال نيرف بيطلع برانش. البرانش دوى هو آآ آآ الاكسترنال ايه برانش او ممكن نقول عليه الاكسترنال لارنجيا ال نيرف هو دوى زي ما انتشايف كده بيعدي وبيمشي آآآ آآ تحت الميديا تاك عاربة تاني بيبقى جاي من تحت اللي هو النيرف ده ده كاترة اهو النيرف دو انا وهو اسمه لانه بيرجع بيبقى هو من تحت كده وبيرجع يطلع لفوق تاني لانه بيروح يغزي او منطقة الحنقر يبقى انت كده عندك بتاعته جميلة جدا واضحة ما فاش اي مشاكل خالص عندنا اللي هو غضروفين وعصبين او ماشي اللي هم طيب العضلتين اللي هي ديا والعضلة الجاملة بتاعتنا دي اللي هي مين اللي هي مصر وفهمنا لانها ما بين وما بين اللي هو دا كاترة تمام طيب عندنا بقى مش محتاجين بقى نتكلم عنهم اللي هو والكريكويت خلاص واخيرا ليس اخيرا اللي جاي من فوق اللي هو واللي جاي من تحت اللي هو مين وكده احنا خلصنا مين خلصنا بتاعت مين تعالوا بقى دا كاترة نخش على البوسترولاترسيرفس واللي هو هيكون نكبر كده الجزء ده ماشي هو البوسترولاترسيرفس زي ما انت شايف البوسترولاترسيرفس قدامه الشيث دوا الغلاف اللي انت شايفه قدامك دوا اسمه الكاروتتشيث الكاروتتشيث دوا بيحتوي على عصب بيحتوي على آآ فين وبيحتوي على تمام بيحتوي على عصب اللي هو بيحتوي على فين او وريد وبيحتوي على شوريان او ولازم تبقى عارف ايه هما. علشان ه treble يتسئل فيهم. الكاروتيديد دون النيرف اللي بيحتويه اسمه وب겠عا عن التعريف. اما الأرثري اللي بيحتويه هو الكمون كاروتيد أرثري. اما الفين Beachtwee هو الإنترنال جاغولار فين طيب هما فين دول يا دكتور? هقول لك تعالا كده. نشيلوا اهو هايد لي نشيلوا اهو. *** الى هو بيحتويهم. الد والى النيرف او العصب. ودون من الفين. دون الإنترنال جاغولارière 29 ودول الفيجوس مش محتاجين يتكلم عنه ملك الباراسم بسه واللي طبعا زي ما احنا عارفين بيتفرع بعد كده الانترنل واكسترنل اللي منهم طبعا الانترنل ده بيروح عشان يغزي المخ والاكسترنل ده بيمتد عشان يشوف الايه الفيس بقى والحاجات دي ما علينا فانتك كده اهو نرجع الكاروتيد شيث الكاروتيد شيث زي ما انت شايف كده قدامه اهو شايفين قدامه شرطاً بيوجد بتاع مين? بتاع اللوب بتاع الثيرويت جيلانك. خلاص? طيب. في حاجة تانية اه. ببساطة بيبقى انت عندك السلسلة العصبية اللي انت شايفها دي. بنطلق عليها لانها زي سلسلة عصبية زي ما انت شايف. لانها موجودة في منطقة الرقبة. مش محتاجين نوضحها لانها بيبقى لها علاقة دي بتبقى موجودة زي ما انت شايف كده اهو. بتبقى موجودة طبعاً ورا مين ورا ايه او الكاروت اتشيث اللي قدامنا. يبقى الكاروت اتشيث اهو ورا مين ورا الجميلة العظمية بتاعتنا دي. وقدام بيوجد مين بيوجد بتاع مين? بتاع اللوب بتاع الفيرويت جلانك. وكده احنا خلصنا بتاعت التلاتة لوبس. بتاعت مين بتاعت التلاتة لوبس. تعالوا بقى نشوف الكلام ده كده ساوي في المذكرة. اه يا ده كتا لدي طبعا بتاعتنا زي ما احنا اتفقنا ان هيبدأ يكلمك الاول عن بتاعت مين بتاعت الثيرويت لوب لاننا زي ما اتفقنا الثيرويت جلاند عبارة عن ومتصلين بمين بالاثمس. اللي عن ناحية لمين زي ناحية الشمال مش فرقة. فانا هبدأ كلمك الاول عن مين عن بتاعت مين اللوب دو. فبيقول لك ان كل لوب يتميز ان هو بيبقى شكله كوني كلبه وشكله مخروطي بيبقى لي ايبكس وليه تلاتة سيرفز زي ما احنا اتفقنا وطبعا لي بيز. بيبقى اللي هتبقى موجودة فوق والبييز هي الحتة لاتب liability تحت بدون الدخول في اي ايه تعقيد خالص يعني بصوا كده لو نزلنا مش دي اي ماش دي اي ايه طيب بصوا كده الجزء اللي فوق دوا هي دي والحتة اللي تحتي دي هي دي مين هي دي بتاعت مين بتاعت اللو بتاع بس بدون الدخول في اي ايه تعقيد خالص. طيب نمسح كده بقى الكلام ده. وتعالى نقرأ. آآ هو بيقول لك ايه هنا? بيقول لك اول حاجة هبدأ مع حضرتك بيه. طيب هتبدأ معي تقول لي ايه? هقول لك والله دوا يتميز ان هو آآ من حتة المهم انه المهم انه هو بيبقى او بيضغطى به او بيبقى قدامه تلات عضلات بنسميهم اللي هما اللي كان بمسك في اللي كان بمسك في اللي كان بمسك في الهايويد بون بالاضافة كمان ان انت بابع عندك بتاع العضلة الكبيرة خالص اللي هي ايه مصل اللي بتبقى ليلة دي كلها. ماشي? تعالوا نشوف الكلام ده اهوا في الرسمة الجميلة ديا. اهو بصوا كده دا كترة. شايفين? ديا من اللي بتبقى مغطية ليلة كلها. ده بتاعها بيبقى مغطي ايه? تلات عضلات اللي هما او عضلات الحزام اللي احنا اتفقنا عليه. اول عضلة بتبان معنا من عضلات الحزام دي اللي هي ايه? سترنوهايويد مصل. سترنو لانها بتبقى نزلة تحت ماسكة فالسترنو وبتطلع تمسك زي ما انت شايف في ايه في الهايويد آآ بون. طيب لما بنشيلها بنلاقي مين بنلاقي السوبيريور بيلي بتاعت مين? الاموهايويد مصل. الاموهايويد مصل اللي هي كانت اموهايويد آآ لانها كان بتمسك فيه الهايويد وترجع وراه تمسك عند مين? عند الاسكابلة او عضمة لوح الكتفة. بنقول لعنها الاموهايويت. الجزء العلو منها او لان في منها جزء تاني اللي هو دون. ملاش دعوة به. اه دون هو العضلة التانية اللي بتبان معنا. ولما بنشيل اللي اتنين دول بتبان معنا العضلة التالتة اللي هو اتكلم عنها عنها وهي مين واللي بتبقى طبعا واصلة ما بين وما بين عضمة آآ تحت. تمام? فدول كده ايه العضلات? ودي يعني كانت بتاعت مين اللاترال او طيب نخش بعد كده على والرسمة دي جميلة جدا 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 من هنا للصبح. طبعا هو هنا عمل ايه? شلك الثيرويد جلاند ورسم لك مكانها النقط الايه او الخطوط المنقطة بالاصفر دي. ده هنا مكان مين الثيرويد جلاند لانها بنتكلم عن اللي جوه. فبيقولك ان هو بيبقى ليه علاقة مع آآ تيوبز زي ما احنا اتفعنا اللي هي تراكية والاوسوفيجس ادل تراكية وادل والاوسوفيجس. ماشي المصل اللي هي ديا وطبعا الكريكو اللي هي دي اللي بتبقى مسكة مع ودي تفكرك على طول اللي عليها الدور اللي هما اللي هو والكريكويد كارتليج واخيرا اللي هو الاكسترنال والريكارنت لارينجال نيرفي بيبقى جاي من فوق زي ما انت شايف اللي هو دون يا دا كاترة علشان يغزي العضلة دي اللي هي الكريكو آآ ثايرويد مصل وعندك بيبقى جاي من تحت برضو آآ علشان يغزي العضلات الموجودة هنا فده كده كانت بتاعته طيب نخش اخر حاجة على اللي هو بيبقى موجود هنا يا دا كاترة بيتميز ان هو بالاضافة للكنت بتاعت الكروت تشيث طب ايه هو الكروت تشيث وهي بتاعته ده الكروت تشيث زي ما احنا اتفقنا الكونتنت بتاعته عندنا اللي هو الكومن كروت تشيث دوان بالاضافة ان بيكون آآ في سيرفايكال سيمبسات كتشين اللي احنا اتفقنا عليها اللي بتبقى موجودة بوستيرو ايه تو دا شيس دا شيس طبعا والسيرفايكال سيمبسات كتشين بتبقى موجودة في ايه في المنطقة دي بتبقى بوستيرو اللي مين ليه اشيات دا دا كده بالنسبة للبوردرز احنا طبعا عندنا البوردر مش محتاجين التكلم عنها زي ما اتفقنا بيفصل ما بين السوبرفيشل او اللاترال يعني سيرفز والميدال سيرفز اما دوان بيفصل ما بين زي ما احنا اتفقنا والبوستيرو آآ آآ سيرفز تمام او حلو الكلام طيب بس في ملحوظة ان هو بيبقى بار عن خط الخط دا بيتميز ان هو بيكون اللي بتبقى موجودة وراء الاربعة اللي موجودين وراء وهنتكلم عنهم اصلا بالتفصيل وكمان زي ما احنا اتفقنا وزي ما كنت بشرح لك ان احنا بيبقى عندنا ما بين والانفيريور ثيرويد ارتري اللي بيغزو الثيرويد جلاند اهو بيبقى فيه لونج تيودين الارتريز انستوموسوس بتوين مين الانفيريور ايه ثيرويد ارتريز واحد ببجاية من فوق واحد ببجاية من تحته بيرتقه عند الايه عند الخط اه اه بتاع ايه اللي هو البوستيروير ايه بوردر تمام طيب دلوقتي الدور على مين بتاعت ايه بتاعت الاثمس والله الصورة دي جميلة جدا موضحة الفكرة كلها لو انا قلتلك دي طبعا ايه الثيرويد جلاند بتاعتنا مش دي كانت الاثمس هده كترة طيب الاثمس دي انت شايف فيه تلاتة مخبينها اهو والعضلة دي بالاضافة كمان للعضلة دي حلو الكلام طيب فبيقول لك الاثمس دي بتاعها بيبقى اللي هو عضلتين الاستيرنو اه هيود مصل والاستيرنو الثيرويد ادي الاستيرنو هيود اللي هي دي اهي بتبقى مسكة في الهايود بنو نزلها تحت مسكة في الستيرنو وكزلك الاستيرنو هيود مصل عشان بتبقى مسكة فيه وهي وبتبقى نزلة مسكة تحت فيه الاستيرنو اللي هي دي يا داكاترا هيود مصل بالاضافة لنجميل اللي قدامنا دو هلا وهو مين يا داكاترا هو ده مين دا التلاتة دول زي ما هو واضح كده بيبقوا موجودين قدام مين الاثمس فدول بيبقوا بتاعت مين بتاعت الاثمس والاثمس دي طبعا لبتصل ايه مع بعضهم البعض. طيب بالنسبة ليه مش محتاجة بقى بتبقى رقم اتنين وتلاتة واربعة زي ما احنا خدنا فاكرين لما كنا بناخد الامتداد بتاعهم وكنا بناخد اه اه الامتداد بتاع اللوب وبتاع الاسمس وكانت الاسمس دي ممتدة ما بين رقم اتنين لغاية رقم اربعة فاصلا الاسمس دي ركنة على مين على التراكية فبتمتد على رقم اتنين للرقم كامل رقم اربعة دون كده مين اللي هو بيكون وراء طيب بالنسبة ليه وكمان بالنسبة ليه بردر بص الرسمة دي جميلة جدا وموضحها الفكرة كلها مش ده يا دكتور الاسمس يعني تعالى كده مش ده يا دكتور الاسمس هتقول لي ايوة دون الاسمس هقول لك بص اه دي بتاعه اهو هو اللي موجود دون واللور بردر اهو او الانفيريور بردر اهو الابر بردر دون بيكون مكان التقاء اه 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 من هما قال لك فاكر السوبيريور ثيوريอد ارتري اللي كان بينزل هنا وكان بيدي برانش وراء. من هنا كده علشان يتقاطع مع عند الناجابة قال لك ده طلع كمان بيدي برانش قدام كده ما شئت عنه نغير اللون. اهو طلع بيدي كمان برانش قدام كده البرانش دون بنقول عليه الانتيلور برانش بتاع مين بتاع السوبيريور ثيوريويد ارتري اللي بيبقى نازل من فوق. تمام? الانتيريور بتاع على الناحية لمين? وكمال على الناحية الشمال بيتقطعوا فين? او بحصل بينهم انستموزز فين عند بتاع مين? بتاع الاثمس. تمام? تعالك كده نمسح اهو. بيقول لك اهو بس بس بس. انا استموزز اوف السبيريور ثايرويد ارتريز. ومشي اقول لك على المنطقة دي. تمام? السبيريور ثايرويد ارتري بتاعه دون بييجي هنا. ودون بتاع برضو بيجي هنا وبيتقطعوا في المنطقة دي. ماشي المنطقة دي فين? موجودة عند ماشي? او عند بتاعت مين? بتاعت الايه? الاثمس. طيب عند لا لا ما فيش اسهل منه. بيكون عندك وبيكون عندك ارتري. الفين بيبقى عندك فين اللي هو ده يا دول. بص اللي هو ده. دون زي ما انت باين قدامك كده بيطلع 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 ويكمل عند مين عند او بيبقى ريليت بتاعت الايه الاثمس. طيب بالنسبة للارتري اسمه اللي هو ده يا دكتور هو رفع شوية بس انا بوضحولك اهو ده بيبقى طالع ميغز مين او بيبقى ماشي عند مين عند بتاعت مين بتاعت تمام حتى لو حبيت اكبر لك كده اهو اكبر لك تاني مش مشكلة. ده ده كدرا هو دون تمام ده ودون زي ما انت شايف الاتنين بيكملوا لغاية ما يوصلوا بتاعت الاثمس. طيب بتاعت الاثمس زي ما انت شايف بيبقى ديبا المنطقة اللي بيحصل فيها بتوين مين بتوين بتاعت تمام? حتى لو طلعنا فوق كده اهو شايفين في الرسمة الجملة دي دون بتاع مين بتاع آآ آآ بيجي كمان واحد اهو ده برضو بتاع وبيتقطع فين في المنطقة دي اده كدرا. تمام? اده اده كدرا اهو الرسمة دي راجع سريعا عليها اللي احنا قلناها طبعا المنطقة دي هي الاثمس خلاص ما فيهاش اي مشكلة خالص. آآ الاثمس دي من قدامها بيبقى موجود الفين اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو بيكون بس انا طبعا هنا مش رسمه عشان انا ما يهمنيش دوان يهمني بس واريك حتة والانفيريور بوردر بس ما علينا. وبيبقى موجود الاولانية اللي هي بتبقى من عند الهايود بين والدنها للغاية ما تمسك فيه والتانية اللي هي بتبقى برضو آآ مبين عضمة بس المرة دي فبنسميها التانية اسمها بالاضافة اللي بقى موجود فيه المنطقة دي. كل بتبقى ماشية قدام مين? قدام الاسمس. تمام? طيب. ايه اللي ماشي قرى الاسمس شايفين دي? مين دي? دي التراكية. فالاسمس ركن على التراكية بتبقى ركن على رقم اتنين وتلاتة واربعة. عظيم اول كرام. طيب زي ما انت شايف كده. مشيت على كده نمسح كده. او زي ما انت شايف. شايفين اده كترة البرانش ده. البرانش اللي جاي من ده. البرانش ده هو دوان بتاع السايرو ng ارتريك. تمام? ودوان ال�atraكية التانية. الاتنين زي ما انت شايف كده بيحصل بينهم عند بتاع الاسمس تمام? طيب من عند بيكون موجود مين? بيكون موجود الجميل دوان اللي هو مين? اللي هو بالاضافة ان انت بيكون عندك مش هو هو موجود في كل الناس. ما موجود يعني الفناس وناس. الي هو ثايرويد ايه ما ارتريك بيبقى طالع كده اهو لغاية ما ايه ما يدخلهن. تعالوا بيدة كاترة نخش على بتاع الثيرويد جيلاند. وطبعا انت يعتبر انت عارف معظم اللي انا هبدأ اتكلم عليه. اول عندنا اللي هو وتاني اللي هو تمام? اللي هو ده ده كاترة. دون وزي ما احنا متفقين بيدي اللي كان بيحصل مع خول جاي من هنا احنا التانية عند بتاعة الاثمس. وبيدي كمان برانش ورا كده اللي هو ايه? اللي كان بيمشي على لو تفتكر معي. فمين ده حضرتك زي ما اتفقنا دون ثيرويد ارتري. لانه هيداز الثيرويد جيلاند. لانه جاي من فوق. زي ما هو واضح هو بيبقى جاي من الجميل ده. ايه دون? قال لك ده دون. طب هو ده جاي من اين? جاي من الكومون كاروتيد ارتري. ده يا ده كاترة الكومون كاروتيد ارتري. اللي كان جوه الكاروتيد شيث اللي احنا لسا متكلمين عنه. الكومون كاروتيد ارتري زي ما احنا اتفقنا بينقسم ليه جزئين? جزء انترنل وجزء اكسترنل. ده يا ده كاترة اللي قدام حضرتك دون دون جزء الانترنل. ماشي? اما ده الجزء الاكسترنل منه. الانترنل ده بيروح للمخ بقى مش تابعة دلوقتي. امسك لي بقى في مين? في الجزء الاكسترنل. لأ الاكسترنل كاروتيد ارتري زي ما بيكون عشان يغزمين الثايرويد جلان. فدي اول حضرتك اه ارتري معنا اللي هو بالايه? بالبرانشات بتاعها. طيب فين هقول لك نبص كده? شايفين يا ده كاترة الملوح ده اللي هو ده. شايفين? دون زي ما هو واضح كده. ده مين ده? طيب نجيبه كده ونكبر زي ما هو واضح كده بيغزي الغده من تحت زي ما هو واضح. وبيبقى طالع من الارتري الصغير ده اللي بنقول عليه من بيطلع منه 온نفيريور خلي بالك ثيرويد امغاليا مين chưa تنساش الحتة دي مهمة جدا جدا. تمام ؟ طيب. معادش فاضل عندنا غير ارتري واحد بس اللي هو اتكلمنا عنه وقلنا مش بقى موجود في كل الناس اللي هو ايما ارتري واللي لما اه بيجي يعني بيكون فين يا داكاترا بيكون طالع من هنا كده. وبيغزل جيلاند كده من هنا. ماشي? بيبقى طالع من بيبقى طالع من وصل لك الفكرة بس هو ده كده ايه? بتاع مين? بتاع الثايرويد جيلاند. ادي يا داكاترا هو بتاع الثايرويد جيلاند بيقول لك اول حاجة هنبدأ بيها اللي هي بيقول لك الجيلاند بتبقى وبتتغذب التالية اول واحد واللي هو يعتبر من مين? من اللي احنا اتفقنا عليه. ولو انت عايز تكمل وتبقى ده بييجي منين? من الكومون كاروتد ارتري. الكومون كاروتد ارتري دوان اللي كان جوه مين? الكاروتد شيث. والكاروتد شيث دوان كان من اللي تابع مين? كان تابع لو تفتكر معايا. ولو انت مجمع معايا ومركز معايا من اولى المحاضرة. ما علينا. اه وعندنا طبعا واللي بيبقى عبارة عن من اللي هو كان حتة صغيرة خالص. واللي بيطلع من اللي بيبقى تحت عظمة ايه الكلافيك اللي احنا اتفقنا عليه. اخر واحد اللي هو بيبقى موجود في حوالي تلاتين في المية من الناس. وبيبقى من اللي هو دوان ده خلي بالكم. دوان واللي طالع بيبقى طالع منه بيبقى طالع منه عشان آآ آآ يوصل عند اللور بوردر بتاع الاسمس. تمام? وبيقول لك احيانا ممكن يطلع يعني ممكن يطلع مباشرة اللي هو ده. فده ده كان مين والصورة دي جميلة جدا موضح لك لايه الفكرة. تعالوا كده نكبر الصورة دي. هنكبر كمان. ده ده كاترة هو ندوان ده واللي ممكن يطلع منه مين حلو الكلام حلو. مين ده ده كاترة دوان بيطلع 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 بدي ماشي من بيجي قدامي بتاعنا اللي هو مين او هو مشاور علينا حال تاني هو تمام? تمام. ده من يدا كاترة دوان بيبقى طالع برضو من او ورطة. تمام? بيدي الحتة الصغنطوطة دي ماشي اللي احنا بنقول عليها لانه هدي بعد كده في العنق وفي الولي المهم بيطلع منه دوان اللي هو مين اللي بيروح يغزي مين الجلاند. وكده احنا خلصنا بتاع مين بتاع الفيرويد جلاند. تعالوا بقى ده كاترة نخش على بتاع الفيرويد جلاند. طبعا الفيرويد جلاند الفيرويد جلاند بتاعها جميل جدا وسهل انت عندك تلاتة واحد واحد في النص او دوان طبعا ودوان الميدل واللي تحت دوان اهو دوان نكبر كده ماشي زي ما هو واضح من الرسمة الجميلة دي ان دوان تمام عشان موجود فوق بيفضي في الايه الكبير دوان اللي هو واللي احنا برضو خدناه تابعا كان ماشي مع الايه مع لو تفتكر ما علينا. طيب يبقى اهو دوان بيفتح في مين زي ما انت شايف كده اهو في الكبير دوان اللي هو طيب دوان كده كان طيب اللي هو دوان برضو زي ما انت شايف بيفتح في نفس الفين اللي كان بيفتح فيه اخوز تمام? اللي شاز بقى شوية عن القاعدة اللي هو مين اهو دوان اهو دوان دوان بياخد من اللور بارتي من الثايرويد بنصدرينجي منها وبيفضي زي ما انت شايف كده في زي ما انت شايف كده اهو يبقى دوان ودوان اهو ودوان من الاتنين دول بيفضوا في اللي هو ده اما دوان بيفضي فين في البركيو آآ اه ادي دا كترة وزي ما احنا متفقين هيبدأ يتكلمك عن الفين اصدرينجي بقول لك الفين اصدرينجي انت عندك عندك الميدل عندك الانفيرير ثايرويد اي فين طبعا السوبيرير والميدل الاتنين دول كانوا اخوات والاتنين كانوا بيفضوا في مين في الانترنال جاجولار فين تمام اهو بينما الانفيرير ثايرويد فين ده الواحد اللي كان بيدرين في تحديدا مش الرايت وان خلي بالك ملحوظة مهمة جدا 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 عشان يقول لك والله الانفيرير فين بيعمل يقول لك الانترنال جاجولار ولا الرايت ولا مسلا يروح جايجي جايب لك اي 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 فين تاني لا لازم تخلي بالك ان هي اللي عن ناحية الليفت مشيت عليك كده حتى نشوفها في الصورة اللي تحت كده اهو يا دا كترة الصورة الجميلة دي شايفين ادي دا يا دا كترة الانفيرير ثايرويد فين تمام ودون الميدل ثايرويد فين ودون السوبيلور السوبيلور والميدل بيفضوا في مين في الانترنال جاجولار فين زي ما مشاولدك طيب الانفيرير زي ما انت شايف كده بيفتح في مين في الليفت نط وليس الرايت الليفت بريك يسفى لك ايه خلي بالك من الملحوظة دي طيب بعد كده الانفاتيج جدا انا سهل جدا مش محتاج اي حاجة كل الفكرة ان انت تبقى عارف بس ان انت بتاعت الثايرويد جيلاند دي بتنقسم لمجموعتين مجموعة فوق ومجموعة تحت مجموعة ابر ومجموعة لوعة بصوا كده انا همشلكوا دلوقتي على حدود اهو همشلكوا دلوقتي على حدود الثايرويد جيلاند بتاعتنا دي اهي سمها لكم عشان انتم بقى ايه الدنيا واضحة قال لك والله بص الابر الابر خلي بالك من الكلام الابر 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 مين الابر جروب بيفضوا فين الابر جروب قال لك بيفضوا في الابر دي بسيرفاي كلم في اللي هي على الرسمة دي هتلاقيها باللون الاخضر. الحاجات اللي باللون الاخضر دي. العقد اللي هو اللي باللون الاخضر دي. ديا هي الابر دي بسيرفايكال لينفنود. الابر دي بسيرفايكال لينفنود. تمام? وبيفضوا كمان في البري لارينجيا لينفنود. فين البري لارينجيا لينفنود. اهي حضرتك اللي باللون الايه? اللي باللون الاصفر دي. شايف اللي باللون الاصفر هي دي اللي هي حوالين اللارينكس. تمام? اما اللي باللون الاخضر دي دي مين دي اللي موجودة في الايه العلو فميسموها بس احنا للاسف عندنا اه حبة فوق وحبة تحت فاللي فوق بنقول عليهم اما اللي تحت بنقول عليهم ايه تمام فالجزء العلوي او المسؤول عن الجزء العلوي اه بيفضوا فين بيفضوا في وبيفضوا كمان في مين يا دا كاترة في اللي هي حوالين مين حوالين خلي بالك من الاسم التاني انها اسمها اهي بصوا الاسم بتاني بتاعها المين الايه اهي اهي اهو تعالوا حتى كده نشوف الكلام اللي هو كاتبه اهو بصوا كده بيقول لك ان الابر جروب بيدرين في البري وكمان اه 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 او الاسم التاني اللي هي زي ما احنا متفقين مين الجيجلو دايجاستريك ايه اه امال اللور جروب لا اللور جروب بيدرين في اللور ديب سيرفايكال لينف نود تمام وفي البري تركية لينف نود خلي بالك بقى ماشي شايفين الجزء بقى السفلي من الجلاند بيفض فيه بيفض فيه اللي هي دي اللي باللون الازرق دي اللي هي اللور دي بسيرفايكال لينف نود وبيفض كمان في البري خلي بالك بقى مقام الكلمة اللي حوالين تركية طب هي فين تركية تركية بتبقى تحت الايه بتبقى تحت البودة بتاعتنا تمام ف اللي باللون البرتقاني دي هي دي تمام حتى تشايف السهم مشاور عليه ونزل على التحدي فبيفض فيها تمام اهو دي هي ملونها ودي برضو رسمك يتاني ام وضح لك الفكرة كلها تمام يا دا كترة فانفاتيكاتر يعني ايه بس عارف الابر بيفض فين وخلاص الابر آآ بيفض فيه اللي حوالين العشان اللاركس فوق والابر دي بسيرفايكال لينفنود دي انما بيفضوا فين بيفضوا في الإ ESTRUCIIor وما تنساش ان التركية دايما تحت ولد او برضو خلى بالك من الاسم التاني لها الجوجيلو امو حيود ايه? ماشي? كده احنا خلصنا مين? ايه? بعدوا باية ده كده هنخش على النيرف سابلاي النيرف سابلاي بتاع الثيرويد جيلاند احنا هنتكلم فيه عن السيمباثاتيك وعن الباراسيمباثاتيك ايه? والله بالنسبة ليه الباراسيمباثاتيك اشهر نيرفة عندنا موجود اصلا في الباراسيمباثاتيك وملك الباراسيمباثاتيك اللي هو مين? اللي هو طيب بالنسبة ليه السمبساتيك سابلاي بالنسبة للسمبساتيك سابلاي دوا بيجي لكثرة من السمبساتيك جانجلي اللي بتبقى في السمبساتيك تشين اللي بتبقى جنب العمود الفقري السمبساتيك تشين دي بتبقى جنب العمود الفقري بيقولوا عليها برضو البارة فيرتبرا الشين السمبساتيك تشين بتحتوي على السمبساتيك جانجليا تمام احنا هناخد من السمبساتيك جانجليا الكتير دول هناخد السمبساتيك جانجليا اللي موجودة في الرقبة هناخد السوبيريور والميدل والانفيريور هما دول اللي بيمثلوا او بيدوا السيمباساتيك اه سابلاي اه ليه الايه بتاعتنا تمام خاصة الميدل وان خاصة اللي فنبص خاصة اللي هي الميدل سيرفايكال سيمباساتيك جانجليا اكتر واحدة فيهم بتدي سيمباساتيك سابلاي لمين ليه السايرويد جلاني تمام طيب عزقين جدا الكلام دوا تعالوا كده اهو بصوا كده شايفين يا ده كاتل النرفشن بتاع ثيرويد جلاند ادي كالفايجس اهو ده بيبقى ماشي جنب الثيرويد جيلاد بروح جاي happened من النرف سابلاي بطاعة خلاص طيب يا دكتور فين التالاتة سيمباساتيك جانجليا اللي هي السوبيريور والميدل والانفيريور السوبيريور اهي يا دك يادك دك اهي شايفة ده هي دي السوبيريور والانفيريور تحت اهي تمام دي همش اقول لك عليها الميدل ميدل الموجودة في المنطقة skilled لكنسيار وبيلابت يكون استعمال. پود ان الشامان على الموقف مش اقول لك عليها ناحية تانية. تمام? ولو تلاحظ ان الميدل هي اكتر واحدة قريبة لمين? لي الفيرويد جيلاند. عشان كده هي اكتر واحدة بتغزي ال ايه الفيرويد جيلاند. ودون كان مين كان ال ايه النيرفوس اللهي بتاعها. تعالوا بايدة كاترة نخش على حتة كده كده. ماشي بيكلمك فيها عن اه اه عملية ايه اه اللي جيشن لي الفيرويد ارتريس لما تيجي تشيل الفيرويد جيلاند. فيها تيومر او غير وانت عايز تشيلها فبتيجي تربط ال!」ارتريس. تمام؟ ملخص الكلام دوا ببساطة قبل ما بنخذه بالتفصيل ان انت اه الارتريس اللي بتغزي الفيرويد جيلاند سواء السوبييرو Ti-ارتري او الانفييرو ti-ارتري بيبقى ماشي معاهم وقريب منهم نيرفات. السوبييرو tir-ارتري يا داكاترا بيبقى ماشي معايا او قريب منه الЕНكستيرنال لارينجيال نيرف. خلي بالك من الأسامية. الteri-رنجيال نيرف تمام؟ بينما الانفييريور ثايرويد ارتري بيبقى قريب منه قوي ايوة يا دكتور ده ما همته ايه او فايدته ايه بكل بساطة النيرفات دي يا دكتور مهمة جدا عشان لما تيجي تتكلم مسلا ماشي وعلشان العضلات اللي موجودة عندك في منطقة الايه في منطقة العنق فانا لما اجيشي للثايرويد جيلاند انا هدفي معورش النيرفات دي ولا يحصل عندي مشاكل صح ولا غلط صح بس ده ملخص الكلام ان انا عايز اربط من غير معور النيرفات اللي بتبقى ماشي جنبها وبالتالي انا عايز اشوف الاناتومي بتاعكم النيرف اللي ماشي جنبه وأشوف اكتر نقطة بيبعدو فيها عن بعض على شان اربط الارتري وأنا اطمن ان احتمالية انا اعور النيرف قليلة تمام يا دكتورة طيب تعالوا بقى نوضح الكلام ده اكتر واكتر اهو شايفيني يا دكتورة في رسمة الجميلة اللي قدامنا ديا في الراسمة دي اللي بالله احمر دي دكتورة هو تمام واللي باللون الاخضر دون دون الأكسترنال لارينجال نيرف وااخد بالك الأكسترنال لارينجال نيرف والسوETHي لو تلاحظ أنهم بسبس من فوق كده ببقوا يجايين ماشين مع بعض تمام وقرب الايبيكس ببقى سي interpretations بيبدأوا يبعدوا عن بعض شايف الأكسترنال لارينجال نيرف يمشي ازاي وي بيبدأ يبعد عنو فاكتر نقطة او احسن نقطة تبدأ تربط فيها الارثري دون ماشي طبعا احنا بنربط لأننا هنشيل الثايرويد جليند. تمام. تمن tout d'hong ده بيغز الثايرويد جليند. لو ما ربطش الارترو ده وانت بتشيل الثايرويد جليند هتبقى نفور الدم مفتحت. فلازم تشيله. تمام? فانت بتربط الارترو ده بس هدفك ما تعورش النيرف. طيب ايه اكتر نقطة الارترو والنيرفي ببعدوا فيها عن بعد? قالك بتبقى النقطة وانت دخل على كده. ماشي هي دي النقطة اللي الأتنين فيها بيبعدوا عن بعض. فانا لما حب اجي اربط اربطه اربطه بتاعت مين بتاعت اللوب بتاعنا دول? تمام? او بتاعت تمام يا دا كترة? دول كده لما تيجي تتكلم عن تمام? يبقى بالله عليك ما تنساش مهم جدا جدا جدا. علشان دي حتة المهمة. لما نيجي نربطه بنربطه اربل ايبكس. بنربطه واحنا دخلين على الجلانت. ماشي? علشان هي دي نقطة اللي اتنين بيبدأوا يبعدوا فيها عن بعض. لو تفتكر الاكسترنال لارنجال نيرف كان من بتاعت الميديا اللوب بيعدي وراء الثيرويد جلانت. خلي بات. ماشي? اه والسيبيريو الثيرويد ارتري لا بيسيبه. بيدا انه هو قدام. فالاتنين بيبعدوا عن بعض قرب الايبكس بتاعت مين بتاعت اللوب بتاعت الثيرويد جلانت. فبنربطها هنا. تمام? اهو حتى هو بيقول لك هنا. بيجي نطلع كده سواء اهو. شايفين? بيقول لك السيبيريو الثيرويد ارتري والاكسترنال لارنجال نيرف اه 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 يعني بيبعدوا عن بعضهم البعض نير ذا ايبكس. الابكس بتاعت اللوب اللي هي القلبة بتاعت اللوب تمام? الارتري بيتميز ان هو بيبقى سوبرفشيال اند النيرف لايز ديب تو ذا ايبكس. يعني الارتري بيدن قدام. اما النيرف بيعدي وراء علشان هو ريليتد للميديا اللوب اللي كان لازع على انتركيه مباشرة لو تفكر معي لما احنا اخدنا بتاعت السيرفز بتاعت اللوب. طيب. وعلشان كده. اه 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 يجيت لازم يتربط اه 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 لما يجي يقرب من الايبكس بتاعت مين الثيرويد لوب. اه بصفل تمام? على قد ما تقدر. ليه? علشان تأفايد الانجري لمين جيه الاكسترنال لارنجال اه? لارنجال نيرف. طيب بالنسبة ليه النقطة التانية اللي بنتكلم فيه عن the inferior thyroid artery والنيرف اللي بيبقى ماشى معاه اللي هو recurrent laranjial nerve ده كتبرا ان هما العكس يعني يا دكتور العكس. احنا هنا احنا هنا لما كنا بنتكلم عن superior thyroid artery والنيرف اللي ماشى معاه كنا بنربطهم على قد ما نقدر قريب من الايه من الجلانط. لانه هم بيبدو يبعدو عمضة عن بعض عند الجلانط. او اول ما يوصلو عند الجلانط. الإنفيريور العكس. tasty تخيل ان هما بيقربوا من بعض جداً وهما دخلين على الجلانط. اما وهما بعاد عن الجيلاند بيبقوا بعاد عن بعض تخلي بالك من الكلام فالاحسن لما اجي اربط الانفيريور ثيرويد ارتري احاول على قد ما اقدر اربطه بعيدا عن مين بعيدا عن الثيرويد جيلاند لان هي دي النقطة اللي الاتنين بيبداع روبو فرام بعض هتقول لي يا دكتور مش فاهمني على الرسمة الرسمة دي جي ملي قوي ده طبعا ايه ده هو الثيرويد جيلاند وهو شددها عشان يبين لي اللي بتبقى ماشي تحتها ماشي قد يدكتور دون الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زي ما انت شايف كده هوا لما بيقربوا من الجلان لاتنين بيقربوا من بعض. فتبقى احسن طريقة لما تيجي تربط تربطه لو سمحت بعيد شوية عن الجلان. تمام? اما لما تيجي تربطه اربطه لو سمحت على قد ما تقدر قريب من الجلان. لان هي دي دك اترأي النقط اللي بتبدأ تكون بعيدة عن النرفات اللي بتبقى ماشية معاه. تمام? فهو بيقول لك والله يبص بيتميز ان هو قريب قريب قوي من عند قريب من البيز بتاعت مين? تمام? طيب وعلشان كده لما تيجي تعمل حضرك لو سمحت لازم يطربط از اوي مش از ايه نير لأ از اوي يعني بعيدا على قد ما تقدر من بتاعت مين? بتاعت الثيرويد لوب. خلاص? علشان تافويد الانجري بتاعت اللي بيبقى ايه قريب مني. وصلكم الفكرة دكاترة دي كده حتة ايه كلينيكل عشان تبقى ايه وصلكم الفكرة وفاهمي. تمام? تعالوا بايا دكاترة نخش على اخر حتة معنا في الدرس الا وهي ودي سهلة جدا وبسطة جدا. بص سيبك من الايه? سيبك من الراغي والكلام الكتير دوان تعال خش معايا في الرسمة اللي هتوضح لك الفكرة بكل بساطة. ده دكاترة اه رسمة كده لللسان تمام? اللسان بيتكون من 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 لطرة جده في الجنين بنسميها التيو بيركيولم تمام? التيو بيركيولم امبير دي في اخرها بنلاقي حتة نازلة تحتي كده وفيها اندودرمال ثيكني. تمام? احنا طبعا عارفين التبقاط اللي بتكون الجنين الاندودرمي والميزودرمي. انت عارف طبعا الطبقات دي. هم تلت طبقات رئيسية. امسك لطبقة الاندودرم. الاندودرم دي بيبقى فيها حتة خينة شوية كده. بتديني الاندوديرمال ثيكنينج اللي بيبقى وراء مين بيبقى وراء التيوبركورم إمبيري اللي هتديني بعد كده اللسان طيب الاندوديرمال ثيكنينج دوا اللي بيحصل له ايه انه بيبدأ ينزل كده زي ما انت شاه لتحته يكون لي يعني كلمة داي ver Finland يعني قناة مفتوحة من ناحية واحدة بس زي ما انت شاه القناة دي مفتوحة من فوق لكن من تحت ايه هي مقفولة القناة دي بيدي انها تنزل 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 تعالى بقالن للصورة الجميلة دي دي يا داكاترا المكان اهو اللي كان في الاندودرمال سيكننج اهو تمام والكتلة دي اللي هي التيبركولم امبير ديان اللي هتديني اللي سان زي ما حنا اتفقنا شايفين يا داكاترا اهو ديان المنطقة اللي كان في الاندودرمال سيكننج وبدأ يتكون اهو الديفرتيكولم اللي بدأت تنزل واللي هي بتبقى مفتوحة من فوق اهي شايفين بدأت تنزل تنزل زي ما انت شايف كده تنزل دنتها تنزل 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 لغاية ما وصلت عند التركية وهناك بدأت تدي مين الثايرويد جيلاند بدأت تدي مين الثايرويد جيلاند عظيم اول كلام بعد كده القناة اللي تكونت دي زي ما انت شايف واللي بتبقى زي ما اتفقنا مفتوحة من فوق بس دي بنسميها الثايرو جلوسة لان هي هتديني الثايرويد جيلاند جلوسة لانها كانت جاية من عند اللسان ماشي? جاي من عند فقلني عليها الثيروجلوسة الايه? فدي بتبقى زي ما انتم شايفين كده مفتوحة من ناحية واحدة اللي هي فوق طبعا هي بتقفل لما لما الانسان بقى بتولد ويكبر طبعا بتقفل. لكن انا بقى فهمك الفكرة ازاي الثيروجلاند تكونت في الجانين. تمام? وزي ما انتم شايفين من تحت بقى بتديني مين الثيروجلاند. تعال نقرأ الكلام هنلاقي ايه اعتبر اللي احنا قلناه هو اللي ايه هو اللي مكتوب. بصوا في بقول لك الثيروجلاند بتبدأ آآ يحصل لها عند من الانترايطراين لايف. لعمل قد ببط ممه عند الاسبوع الثالث كده في الانترايطراين لايف بيبدأ ايه الثيروجلاند دي تتكون. على شكل احنا طبعا عارفين طبعية بتدي جزء تخين كده شوية. تمام? في من الفلور بتاع كل ده كلام ما روش لازمة. المهم مين? اهي. دي اللي احنا اتفنا عليها. وراها بيبقى في مين اللي احنا اتفقنا عليها. حلو الكلام? فبيقول لك دوا بيبدأ يضغط لتحت او ينزل لتحت ماشي? عشان يكون لي مين? اهي. اللي هي الحتة القناة اللي بتبقى مفتوحها من ناحية واحدة وناحية التانية بتبقى مقفولة. ماشي? او اللي لما بتكمل خالصة او زي ما انتم شايفين بتديني في الاخر الثيروجلاند. القناة دي بنقول عليها تخلي بالك. تمام? فبيقول لك اهو ان بيحصل زي ما اتفقنا بيضغط لتحت كده علشان يكون اللي اللي بنسميها الثيروجلوس حل? طيب. الدكت دي بتبدأ تنزل لتحت. لتحت لتحت لغاية ما توصل بتاعها اللي هو مكان النهائي بتاعها عند الاسبوع السابع كده من. اه حيث ان القمة بتاعتها بيحصل لها بتبدأ تنقسم زي ما اتفقنا كده وبتبدأ ايه كلام كله راغي راغي يعني بتبدأ تتكسر علشان تدينها في الاخر مين في الاخر يعني عشان تدينها مين الثيروجلاند. اه واحيانا احيانا دي ممكن يديني اللي اتفقنا ان هو مش ببقى موجود في الناس كلها بيبقى موجود في ايه في فئة معاناة من الناس. فاختصار الايه السطرين دول ان انت اهو وراها بيبقى فيه اللي بيبدأ يضغط لتحت عشان يعمل لي اللي هيبتبقى قاناة مفتوحة من ناحية واحدة او القاناة اللي مفتوحها من ناحية واحدة دي. بدي انها تنزل وتضغط لتحت او زي ما انتم شايفين تنزل 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 زي ما انتم شايفين. لغاية ما توصل للمكان النهائي بتاعها عند تراكية كده وتبدأ تنقسم علشان تدينامين الثيروجلاند. واحيانا بتبقى البيراميداللوب بيتكون احيانا بس مش دايما. مش ايه مش حاجة دايما اه. المهم يعني بقى الدكت دي طبعا زي ما انتفقنا الواحد لما بيتولد بقى وبيكبر بيبدأ بقى ايه القناة دي بتختفي تماما خلاص بتقفل وطبعا بيبقى المكان اللي بدأت منه القناة بنسميه خلي بالكم المعلومة دي برضا. آآ بيقول لك زي صايت آآ آآ بتاعت يعني المكان اللي بدأت منه اللي هو كان المكان ده ده كاترة اللي حصل فيه الاول وبعدين نزل كمولة ماشي واللي كملت زي ما انتم شايفين كده في عشان تدينها في الاخر المنطقة اللي بدأت منها بنسميها الفورامنسيكم على فكرة هو موجودة في الايه في اللسان بتبقى ما بين آآ آآ هي هو مكمل لك اهو بتاع العرجم بتاع الثيرو جلوس دا ماركت باي الفورامنسيكم اللي بتبقى موجودة هنا خلاص دي بتبقى الجنكشن ما بين بتاعت الايه الطانج التلتين القدامانين من الطانج والتلت الوراني الجنكشن ما بينهم ديا الفورامنسيكم اهو زي ما انتم شايفين وهي دي المنطقة اللي بدأت فيها او بدأ فيها ثم تكونت ثم تكونت تمام هي دي منشأ اللي نزلت بعد كده وكونت لي مين وكونت لي معتش فاضل غير الملحوظة دي واللي انت هتبقى تاخدها بالتفصيل الممل في علشان دي بقى تحتاج شرح كتير بس باختصار الشخص هو ها بيتكون بيبقى في حاجة اسمها ماشي دي بتدينا اعضاء او 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 تركيبات مختلفة مختلفة اه بعد كده انا بيبقى عندي المفروض اربعة وفي واحد خمس بيتكون الفارينجيال باوتش دي تمام ما علينا مش عايز اكتلخف بالتفاصيل دي خلص اصلا هو ملحوظة ساطر احنا نقول لك الميتين اللي فيها انا عندي حاجة اسمها الفارينجيال باوتش دوا بيديني حاجة اسمها الالتيمو بريكيا البادي الالتيمو بريكيا البادي دوا هو دوا المكان اللي بتتكون منه السي سيلز او اللي انت خبتها في بالتفصيل بس انا مش عايز منك كتر من كده طب يا دكتور ما عايزين نفهم الفارينجيال باوتش دي نظامها ايه والالتيمو بريكيا الباديز دي نظامها ايه والكرام ده كله هتاخدوا بالتفصيل الممل في ميديول الريبروداكتف اللي انت هدخل عليه تمام بس هو سطر ملوش اي لازمة اصلا بس انا ايه عشان ننجز الموضوع انت عندك الفارينجيال باوتش دي بيبقى ليها دور في بتاعت المختلفة اه لي الجنين لما يجي اكبر اه اه المهم يعني بيبقى منها جوز اسمه دي المكان اللي بيحصل منه بتاعت مين الثايرويد جلاندي وكده الحمد لله احنا كده ايه خلصنا درس الايه الثايرويد جلاندي يا دكترا بعد ما خلصنا يا دكترا درس الثايرويد جلاندي تعالوا سوا كده نخش على درس طبعا دي احنا متفقين على دي مفاش اي مشكلة دول بقى الا اربعة دول اهم دول يا دا كاترة هما دول الباراثايرويد جلاند. زي ما انت شايف اربع غدد او ممكن نقول عليهم زوجان يعني اتنين موجودين فوق ده الزوج الاولاني واتنين موجودين تحت دوا الزوج التاني. طيب زي ما هو واضح كده الغدد دي دا كاترة بتوجد على البستيريور بوردر بتاع الثايرويد لو. طبعا احنا خلاص بقى فاهمين. فاهمين ان ده اسمه خلي بالك من الكلام ده يعني سطح كبير او عريض تمام? ده اسمه بوردر ده اسمه ايه بوردر ده اسمه ايه بوردر ده اسمه ايه دا كاترة بوردر بوردر يعني خط بوردر يعني خط بوستيريور بوردر تمام? اما السطح ده كله كده على بعضه ده بنسميه البوسترولاترال سيرفز ده كده على بعضه كده كل ده اسمه بوسترولاترال سيرفز تمام? ما البوستير بوردر فين? موجود هنا دا كاترة تمام? ارسمه لك اهو. اهو بص اي دا كترة. ده كده تمام? نمسح كده. طيب المعلومة اللي بعد كده ان احنا عايزين نتكلم على بتاعها سواء او مش محتاجين اصلا نتكلم عنه لانه زيه زي الثايرويد. برضو من والميدل والانفيريور آآ ثايرويد فين. اما بالنسبة له على كده احطه لك. بصوا يا ده كترة. ده كده الارتيريا الايه اهو? ده كده الارتيريا بلات سابلاي. طبعا انا مش محتاجة اتكلمكم عن ده. مين ده يا دكتور? دوا الانفيريور ثايرويد آرتري اللي احنا اتكلمنا عنه. لو ملاحظين كده نكبر شايفين الانفيريور ثايرويد آرتري ماسك اهو وماسك اهو. ماسك بيغزي تحت وبيغزي فوق. بيغزي الزوج اللي اللي فوق. واحيانا يعني احيانا اللي هو اللي فوق دوا بيدي كده شوية عشان برضو ايه يغزي الجلاند اللي ايه الكولاترالز البسيطة دي. لكن الاساسي عندي اللي هو مين? اللي هو 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 دوا اللي مسؤول عن التخزية الاساسية المين? دي. اهو. تمام يا ده كترة? ويدون طبعا ايه? ده برانش من ده لان في برانش طبعا بيبقى ماشي قدام. اللي كان بيتقاطع مع اخوه عند بتاع الاثمس زي ما اخدنا. او حتى انا لو حبيت او الرهيالك اهو. بصوا. نكبر كده. ده ده كترة تمام? في برانش اهو قدام. بيمشي 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 لغاية الاثمس هنا علشان يتقاطع مع اخو اللي جاي من ناحية التانية. وليه برانش وراء. اهو اللي وراء دوا هو دوا اللي ممكن ايه يغزي برضو تمام? لكن بصورة اساسية اهو بتتغزى بالارتري الكبير ده. اللي هو مين? وادي اده كترة درسة اهو سهل جدا نفوش اي حاجة لازم تعرف ان هما عبارة عن اه اه كلام فاضي جدا نفوش اي حاجة. اه بيبقوا موجودين على زي ما احنا اتفقنا. اللي هو الخط اللي بيبقى ماشي هنا. خلاص. اه موجودين جوا الثيرويد كابسول اللي احنا شرحناها اللي كان بتغالف اللي هو الكيسة اللي كان محاوض الثيرويد اه جلاند وبيتميز ان هما بيسكريت من البارة ثورمون هورمون. تمام? طيب عظيم اول كلام. اه بالنسبة بعد كده زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا زوجين موجودين فوق وزوجين موجودين تحت. والله الزوجين اللي موجودين فوق بيقولك ان هما بيبقوا موجودين عند منتصف الايه اللي احنا اتفقنا عليه. يعني لو رسمنا من اول هنا لغاية هنا هما بيبقوا موجودين كده ايه تقريبا عنده منتصفه. عكس الزوجين اللي بيبقوا موجودين تحت اللي هو ده وده. دول بيبقوا موجودين عند ايه قريبين اوي من ايه من بتاع مين بتاع الثيرويد. هو ده الكلام اللي هو بيقوله لك هنا ويه بس في حتة ملحوظة بسيطة بيقولك ان اللي هما الاتنين اللي فوق دول. الزوج اللي فوق دول. بيطلعوا من اللي احنا اتفقنا عليه انت تدرسه بالتفصيل في الفارينجي الباوتش دوا. اه حاجة في الجنين بتبقى مسؤولة عن اه عمل مختلفة يعني. المهم بيطلعوا منين من الرابع خليبه لك ليبه لان الزوجين اللي تحت اللي هما بيطلعوا من ماشي يا دكتور عبال ما تبقى تاخدها بالتفصيل في بإذن الله. طيب اخر حاجة بالنسبة لي اللي هو والفيناس درينج زي ما اتفقنا اسهل حاجة زي وزي بتاع الثايرويد من السبير والميدل والانفيرو ثايرويد فين. اما بالنسبة ليه فالأساسي عندنا عن طريق مين ممكن يبقى في شوية كولاترال اه بيجو من زي ما احنا اتفقنا وكمان من الثايرويد دي بس دوا مش بيبقى موجود في معظم الناس يعني بس ان وجد بيدي شوية كولاترالزي مش مشكلة. بس كده ده كترفها ودرسة بسيطة ونفوش اي حاجة خالص. آآ وكده بفضل احنا خلصنا الثايرويد والباراثايرويد جلد.